سأسألك حاجة مهمة جداً برضو عشان كلّي بتفرجوا علينا إزاي أتخطى الفقد يعني دايماً بيقول لك إيه معنى بيقول لك الموت أسهل من إن أنا بقى شايفة حد هموت و أكلمك موينفعش نتكلم تاني مع بعض مهم الحاصر وإنت عايش طيب أنا قلتلك قبل كده في قصة برضو من القصص حكاية الجريف ري اكشن أو رد الفاعل رد الفاعل للفقد فإننا عندنا خمس مراحل بيمر بيهم الشخص المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الإنكار لا، ده هو بالضبط لا هو ما سابنيش لا هو راجع تاني لا هو ما انتهدش العلاقة على كده وبعدين بعد ما تدى تدرك المرحلة الأولى أنه خلاص ما مش راجع على حاجة سبعينزي ولك المرحلة دي وحشة قوي دكتور انك بتاع تفكر تقول إيه هو أنا مش رحضنه تاني هو أنا قاعد مستني هو أنا مش يشوفه تاني المرحلة دي خلي بقى كنت الكلمة دي ممكن تدمرك بجد خدي بالك مرحلة الإنكار دي أنا قاعد مستني أيوة أنا بشوفه كل يوم أنا مش شوفه تاني خالص أنا قاعد مستني أنه هيتكلم فأنا مسك التليفون زي ما انتي كنت بتقولي كده أنه كل شوية بص في التليفون كل شوية بص في التليفون لأنا مستني أنه يتكلم مش معقولة مش هيتكلم فدي مرحلة الإنكار أو مش معقول مش شوفه كل يوم الصبح زي ما كنت بشوفه لو حد من العيلة خدي بالك بقى المرحلة اللي بعدها هلأ هنخش فيها مرحلة اللي هي الغضب هابدأ بقى بعد ما خلاص زعلان من الدنيا؟ لا زعلان منه بعد ما تأكدت انه هو مش هيرجع ابدأ اشتم فيه بقى والواطي الحقير اللي مش كويس ده كده فالفقد في الموت؟ ده في الموت ولا ده في الريليشنشيب ده في الريليشنشيب او في الموت بس كل واحد فيهم مختلف المرحلة تعطي الغضب الغضب من الدنيا لما يبقى حد مفقود مات الغضب من ربنا انت ليه خدك لكن لما حدي بقى هو اللي ميشي هو اللي رحل فالغضب هنا من الشخص اللي ايه اللي رحل ده ما عندوش دم زي سيبني بس الريفري اكشن بيحصل في الرحيل سواء انا مشيت بس ما موتش او في حد ماتلي تمام المرحلة اللي بعد كده مرحلة الدبريشن ودي المرحلة اللي بيشوف فيها غالبا الناس اللي بقى في فقدة في حياتهم سواء في قصة عاطفية او حد مات بيعملوا ايه بقى انه بدأ يدخل في اكتاءات ايه بيبقى ايه شكل ده مكتائب مكتائب بيعيط وحزين ومش عايز لا لا ما بيجيبش شاورمة انا لو جبت شاورمة ما لبعض افكر لو انا هدف على الدكتور او اجيب شاورمة انا جبت شاورمة وتعافيت ما ده غالطيدي ما بتتعافيش بعد الشاورمة الشاورمة دي مؤقتا ده ده مبسوطة جيد ده ما ايوة ده في اللحظة دي ان انا جبت الشاورمة مستاني يوم هصحى مكتائب برضو انا مفكر ان انا دفعت فلوس كتير قوي ما رجع اقولك لا انا اكتئبت وكمان ايه وكمان فقير وشاورمة ما عملتش حاجة وشاورمة اتخين وكمان تخين تب انت عارف اخيال الدبراشن تب هقولك حاجة عارف قصة الشوكولاتات انا ما كملتش جريفير اكشن خليني يكمل قصة الاشتوب بعدين ارجع للشاورمة خلاص فالمرحلة التالتة هي مرحلة الدبراشن مرحلة التالتة يدخل في اكتئاب ويبدأ يقول انه خلاص الدنيا انتهت وشايف الدنيا سعودة ومش مبسوط وبعد كده المرحلة الرابعة مرحلة البرجنج مرحلة التفاوض واحدين المرحلة الاخيرة هي مرحلة التفاوض مع مين التفاوض بقى مع انه لازم نقوم ولازم نرجع تاني للحياة والحياة عدي اه يعني اقول لنفسي قوم يا سال يال المرحلة المرحلة اللي بعدها مرحلة الاختبتنس ان انا اوصل للايه للتبول ان انا اتقبل تقبلت الفقد وخلاص والحياة عادة دي بتاخد وقت قديم تمام خدي بالك بس مرحل دي كلها المرحلة المتوقف على الشخص المفروض عشان يبقى الشخص سوي وطبيعي المرحلة دي ما تعديش ست شهور لو عدت ست شهور فهو دخل هنا في اكتئاب ولازم ايه يروح يتعالج او دخل في بوست ترماتيك ولازم يروح يتعالج يعني انا لو ست شهور لقدر الله في الفقد في علاقة او الفقد في حد عزيز او حد فاميلي ممبر او حد في العيلة ست شهور لطبيعي انا نعود بزعلانة زعلانة ست شهور وما يأسطرش على نواحية الوظيفية يعني ما يبقش في خلال وظيفية ولا خلال الاجتماعي بروح شغلي بس زعلانة باكل واشرب وبنام وبخرج بس زعلانة فاهماني حياتي الاجتماعية وحياتي الوظيفية يشغلين كويس بس زعلانة في الفقد لا بيبقى اكتر لان انت عشر تحد وعرفته بيلك على كل سنة مش عارفة بتاخد عليها قد ايه تريبا الجويز في حاجة لا ده من الحاجات الضغطة جدا كان فيه اتنين علماء واحد اسمه ريتشارد راهي واحد اسمه توماس هولمز عملوا قيمة عملوا قيمة بدغوط الحياة اللي الناس بتتعرض لها لقوا انه اكتر ضغط الشخص ممكن يتعرض له وفقد شريك الحياة ايه وطبعا فده ضغط من الضغوط القوية جدا اللي الشخص بيتعرض لها بس لازم برضه ما يعديت ستة شهور لانه لو عدت ستة شهور يا لو قاعدت بجاوزة عشرين سنة واتطلقنا اعود ستة شهور بس يا اخي يا اخي انت مش فاهماني انا حزينة عليه وكل حاجة بس بروح حياتي وبشتغل وبعمل كل حاجة بقبل اصحابي وبنزل وبروح وباجي وما زلت حزينة بعد ستة شهور كمان انا حزينة عادي اعودي حزينة لطول عملك عليه بس عارفة تعيشي وعارفة تتكيفي يعني يا سمين ما فيك اتقعد ستة شهور بس طيب ما هي عملت الصاحب بنت ايه في القصة في اي قصة ما هي ما هي قاعدت ستة شهور وبعد كده عارفت ناس يعني عادت شوية اديها شهرين يا اخي يا اخي بحاول الاقيه لأي مقرج طيب خليني ارجع للحطة التانية بتاعت حكاية الشهورمة دي لانها مهمة بدي جدا انتي عارفة ده ديفينس الناس بتعمله ضد الاكتئاب ان احنا ننزل نجيب شوكولاتات كتيرة ونجيب بيبسي ونجيب شهورمة ونجيب بيت زه ما هيقولك بس بس ده مبني على بيولوجيكال بيز النشويات والسكريات بترفع السيروتونين تهتقول لي والله بترفع السيروتونين بس مؤقتا بس مؤقتا مش مهم لحد ما نام في الصبح نبقى نشوف وراناين فهما يعملوا كده يقوموا رايحين طيب يجيبوا شوكولاتات ويجيبوا شاورمة ويجيبوا حلويات بالزبط ويقعد يأكل ويبقى سعيد ومبسوط لانه رفع السيروتونين ده مؤقتا ووزنه بدأ يزيد على فكرة ده فعلا بيرفع السيروتونين نشويات وسكريات بس هل انا كده حلت المشكلة لأ أنا رفعت السيروتونين هل بقى شوف الصبح بقى أنا رفعت السيروتونين مؤقتا وبكرة الصبح أبقى مكتئب زي منا لا أزاد الاكتئاب إن أنا صرفت فلوس وإن أنا وزني زاد آه طبعا